السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لإخوان مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غمت تعرفوا فيه على موعد الإعلان على نتائج من حتي وفين يقدر نلقائه هذه النتائج إذا فيما يخص تسجيل تسجيل صافي راسالة النهار 31 في شرع تبعه يعني اللي ما تسجيل الصافي سترى تسد وهذا السيد ماشي هو مناش كنعرفون النتائج وخاف هيديك الخانة ديال تتبع الطلب رغم أنك تدخل الكود مصر ديالك والكود ديال تتبع الملف ديال ما يعطيك أن الطلب ديالك قيد المعالجة وبالنسبة للنتائج ركيت تتعلقوا ابتداء من 15 في شهر 10 في العمالة اللي تابعين لها أو اللي الباشاوية أو النيابة من بعد تقريبا في شهر 11 كنتمشي لكلية فاشكتقراء وكتأخذ لكارت ديالك وبالنسبة للناس اللي يدفعو وما تقبلوش رع عندهم الحق يدفعوش هيكاية مكتوبة بخط اليد ومعها بعض الوطائق الضرورية وكيشوفوا ما واش فعلا أنت كتستحق المنحة أو اللي لا وردوا البلد الخطراء باب تقديم الشيكايات كيتفتح لمدة عشر أيام فقط يعني إلى خرج النتائج وما لقيتش سميتك سير سوء على رأسك ماشي غير ما لقيتش سميتك في الأول يعني أنه ما لقيتش عيطوليك من بعد راي قدر عيطوليك وبالنسبة لقاعد تفاصيل الأخرى بحل الوطائق اللي غنحتاجوها في هاد الطلب غن حاولو نديرو فيديو فوقتو إن شاء الله كتابة فوقتو إن شاء الله لك أرى شكرا